اليوم حكايتنا مؤلمة موجعة عن أم طاه الأرملة اللي تعاني حياة صعبة مع أطفال هالثلاثة فبنت بيت من الطين على أرض تعتبرها الحكومة والبرلمان تجاوز ولا تعتبر الظلم الإنساني والوطني تجاوز على حقوقهم وصلت إلى الحكم وإلى السلطة يعني لا نقول عنه وإنما بحيلة أفهم من كلامك سيادة النائب أن بعض السياسيين اللي موجودين بالحكومة العراقية هم غشوا الشعر قلت أريد أن تبرع المبلغ للفقراء والمحتاجين أرجو أن تتقبل يا مني والله يفتحهم وجهكم أنا أشكر سعد الجنابي وأشكر الشايفة الحسيني راح يسافرون إلى كندا هذا اليوم المبلغ راح نسلموا اللي هو مبلغ عشرة آلاف دولار وراق السفر الفقراء أصدقاء الله ونحن نسعى هنا لنصرة أصدقاء الله من الفقراء والمحتاجين